السلام عليكم أليم جاب لكم الطريق الصحيح لمعرفة الجهاز المتصلة بشبكة الوايفاي الخاصة بالنسبة لنا نستخدم هذا الجهازï معايشة الذكية كما تشاهدون أن هنا عندي هذا الجهاز المتصل بشاركة هواوي كما تشاهدون تفاصيل كاملة و هنا عندي الاستخدام الخيارtechsy و هنا عندي السرعة و هنا جزء المرتبطة و بعد ذلك تشخيص و بعد ذلك أعدالات و بعد ذلك الشبكة الملسلكية للضيفة الوافقية comunic ret snakes انا ادخل الى هنا الأجزاء المرتبطة كما تشاهدون هنا عندي الأجزاء المتصلة اللي هي ثلاثة هذا الجهاز الأول اللي يتبعي الجهاز الثاني هذا الجهاز الثاني وهذا الجهاز الثالث طبعا إذا كان الاسم زي كذا استطيع تسميته باسم الشخص الذي أريد تسميته مثلا الجهاز الخاص بأي حاجة أو أكتب اسمه كتابة هنا كما تشاهدون سوف أكتب هنا مثلا الأيفون بعد ذلك أعمل هنا موافق كما تشاهدون هنا عندي هذا الايفون متصل وهذا الجهاز ثاني وهذا جهازي طبعا هذه الأجزاء المحظورة نفس الجهاز هذا استطيعه هنا أعمل له السماح باتصال بالشبكة أو أعمل له إغلاق إذا عملته لإغلاق كذا سوف يتم حظره حتى إذا كان عنده الرمز لا يستطيع الدخول نهائيا أنا أعمل إلغاء طبعا هذه الأجزاء التي قبل كذا حضرتها هذه الأجزاء حتى إذا كان عنده الرمز لا يستطيع الدخول إلى الشبكة نهائيا حتى لو قمت حتى لو عندهم الرمز وقمت بتغيير الاسم وهي حاجة لا يستطيع الدخول إليها مباشرة طبعا وهنا عندنا إظهار المزيد وإعدادات الشبكة هنا عدادات الشبكة نستطيع تغيير الاسم وتستطيع تغيير الرمز بعد ذلك هنا عندنا إظهار المزيد كما تشاهدون هنا هنا عندنا التغطية والبطارية وزي كذا هذه العدادات المتقدمة هنا نستطيع عمل إعادة تشغيل ويقاف وهنا نستطيع اختيار الشبكة إذا كانت مثلا عندنا شبكة 3G 4G نستطيع من هنا اختيار إذا كانت تلقائي أو كانت 4G أو 3G على حسب التغطيل الموجودة عندنا هنا تلقائي يعني تشتغل 5G تشتغل 4G وتشتغل 3G على حسب التغطيل الموجودة إذا كنت استطيع إجبارها على أن تجلس في 4G إذا كانت مثلا 5G ما هي مستقرة مترددة أو 3G ضعيفة استطيع أعملها 4G مباشرة هنا في 4G فقط كما تشاهدون هنا عندي رمز VPN هذي حق الشريحة وهنا عندي إحصائيات مسبع إذا أريد بعد ذلك هنا هذي القائمة بعد الرئيسية وهذا القائمة الرئيسية كما تشاهدون هنا عندي ثلثه 4G 5G 5G خفل أو 4G شغل هنا عندي الاستخدامات وهنا عندي تشغيل إذا كان في مشكلة او أفعل اعادة تشغيل اهذا كان فيه خلل في شبكة أعادة اشغيل هذا هو الشرح في اختصار هذا عجبكم الفيديو ارجوك بالعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة معكم فواز الوصابي وإلى اللقاء